السلام عليكم و مرحبا بكم معي في كوزينتي انا و عارفتي اليوم بإذن الله ندرو طاجين زيتون على طريبتي كل واحد و طريقة تعوه انا ندير بون لازلنا شوية عن الجاج يجي بالجاج ولا يجي حتى بالحملة البقري طريفة تصغير نحب للمعد نوس عندي سكنجبير فلفل أبيض شوية تعسمن التوم مسكرفج عندي الملح والزيت نبدو ندوز نوح نحط ندير قبل شوية تعسمن لما يحب شوية تعسمن سهل الحل يدير شوية تعال المهقارين و شوية تعالزيت بسم الله هكذا دوكا نرمي اطراف تعالج ثم نشف شوية تعالزيت مع الكوزة تعالزيت و تقاعد مش Juice ثم نتخلق قبل شوية تعالزيت تقاعد ما تشفظ النظر نضع المال ثم 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 سكت في طهب لن تحترح أربع سنينة نرميها لنعزم مصدرك نجد ثم نجد ثم نجد نجد نضيف نضيف ضيطة أبيض نضيف و نضيف نضيف سكن كبير نضيف زعفون نضيف الملح 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 لان سمنا الازيت و Chair نضيف الملح نضيف الملح نقوم بعملت المفصل جدا نقوم بعملت المفصل نقوم بعملت المفصل نضع الشرب كامل نضع مغرفة للفرينة هل يتكون مغرفة كثيرا؟ نضع مغرفة كثيرا لن نضيف الفارينة ونضيف الماء عندما نضيف الماء ونضيف الفارينة سوف نضيف الماء ونضيف الماء نضيف الفارينة قليلا في الدرسة ومن بعد حتى نمرقها نضيف الماء نضيف الماء ونضيف الماء نضيف الماء قطع الماء نضيف الماء نضيف ماء هذه الخطوة لا يستطيع أحب المزرودية لا يستطيع أحب المزرودية لا يستطيع الأحبار لا يستطيع الأحبار وإن تكون قادرة العيال لا يستطيع الأحبار حتى نكمل نرى لكم نجا هذه الجمر طيب نملك ثم نضيف زبدة نضيف الزبدة 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 ونضيف نضيف الزبدة الزبدة ثم البرد فلنضط نضغط القارس ثم نضغط ونضغط القارس لذلك لا يتم مالح فلنضغط القارس نضغط القارس نضغط الزيتون الوطنك يتحمر ليلة نكمل برك هدوما يتحمر ليلة موكسة موكسة اضحاق 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 اضع التجنزي اضع اضع التجنزي و ملح اضع التجنزي اضع التجنزي اضع التجنزي يطبق المطاقة كما قلنا امينا قلنا دلنا القرفا دلنا سكنجبر دلنا الزافران ودلنا الطبوب غضلان صدين فلفل ابيض معدنوس المعدنوس 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 الشرائح هذه هي او مغير فتح فارينا هذه هي ها وطاجين تعنا ايطي الزيتون قدمكم كما اشتوني انا وشنقولكم هذه هي الطريقة التاعي كيف حسن طيبو انا ندروا شامبينيون زيتون وزرودية ان شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم وجربوها ونطلقوا ان شاء الله في فوصفات اخرى باذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته